أهلا بكم الجديد إشارات جديدة على تراجع حدة ضغوط الأسعار حول العالم هذه الإشارات جاءت مع تغير ثلاثة عوامل رئيسية إلى جانب طبعا العرض وتحرك مستوية التضخم العالمية والتي تتضمن أزمة الرقائق والشحن والأسمدة هذا يعني أن حالة الارتياح قد تلوح في الأفق أمام المستهلكين فإذا ما عدنا إلى أسعار أشبه الموصلات بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروة في عام 2018 تراجعت الآن عن هذه الذروة تقريبا بنسبة 14% ذلك عن منتصف العام الماضي لاحظوا أسعار السمي كوندكترز أو الأسعار الفورية لأشبه الموصلات هذا التراجع تكلفة الشحن حتى للحاويات من شانجهاي إلى نيويورك طبعا هذه تعتبر مسافة كلاسيكية لقياس كلفة الشحن حول العالم أيضا على تراجع سماد ثنائي فصفات الأمونيوم أيضا على تراجعات هذه المادة تعتبر أساسية في القطاع الزراعي وبالتالي انخفاض هذه التكاليف هذه المدخلات الإنتاج من هذه الذروة التي كانت قد حققت أو التي كانت قد وصلت إليها العام الماضي هذا ربما يعطي إشارة إلى أريحية في تكاليف الإنتاج سنرى إذا ما سينعكس ذلك بالفعل على تكاليف الشركات وبالتالي على مستوى التضخم في الفترة المقبلة وخصوصا أننا نتحدث عن تضخم مدفوع بزيادة تكاليف الإنتاج أو ما يعرف بالكوست بوش انفليشن إذا ما تحدثنا عن صناعة السيارات من ميرسدس بانز إذا ديملر تراك وبي ام دابليو حصولهم على ما يحتاجونهم من مكونات عالية التقنية هذا سيسمح لهم إلى استعادة طاقتهم الإنتاجية الكاملة الطاقة التشغيلية هذا وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ وانخفض أيضا السعر الفوري إذن كما ذكرنا لأشبه الموصلات للحاويات شحن الحاويات لهذه السلعة الأساسية في قطاع الزراعة هذا كله طبعا ينعكس بشكل أساسي على أسعار التكاليف وعلى أسعار أو على مستوى التضخم إذا ما نظرنا على النشاط الجزئي الذي عاد في الصين خصوصا مع إعادة فتح أجزاء كبيرة من بكين وشانجهاي وغيرها نرى أنه شنزن CSI 300 يسجل ارتفاعات مضطردة منذ بداية التدولات أو منذ تدولات السادس من يونيو أي يوم أمس واستمرار التدولات اليوم السابع من يونيو وتحديدا القفزة تأتي من الأسهم المتعلقة بإعادة فتح الأعمال نتكلم عن أسهم السياحة أسهم الطاقة أسهم القطاع قطاع الترفيه أسهم الشركات تجزئة وغيرها هذا هو مؤشر بلومبرغ لي السلع مرة جديدة يرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق كما ذكرنا السلع زراعية الطاقة والصناعات المعدنية وحتى السلع المعدنية كما ذكرنا قبل الفاصل كلها تسجل ارتفاعات صحيح في بعض التصحيح هنا وهناك ولكن المسار العام هو مسارا صعوديا خصوصا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي وهذا بدوره يؤدي إلى قفزة على المؤشر العام للسلع من القاهرة تنضم إلي الدكتورة ساندرا حداد وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العلية والبحث العلمي في الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر أهلا بك معنا دكتورة بداية هذه القفزة التي نراها على السلع مستمرة منذ العام الماضي وحتى منذ اندلاع هذه الحربة في نهاية فبراير هل من الممكن القول بعض الأريحية التي نراها على السبوت برايسيز على السامي كوندكتورز على تكاليف بعض الأسمد الزراعية هل هذا من الممكن أن يخفف منوطة التضخم في الأسواق المرتبطة بتكاليف الإنتاج صباح الخير دايماً سعيداً أكون معاكم أيها طبعاً زي ما حضرتك ذكرتي إن السامي كوندكتورز كانت عالية جداً بسبب النضرة اللي حصلت في السامي كوندكتورز من قبل جائحة كوفيد وأكتر في جائحة كوفيد لأن الإنتاج قل وطبعاً زي ما إحنا عارفين السامي كوندكتورز دخلة في إنتاج جميع الماكينات والسلع والماكينات اللي بتساهم في إنتاج جميع السلع من السيارات للأدوية لكل السلع اللي بنستخدمها فده فعلاً كان عامل نضرة في الإنتاج وبالتالي ارتفاع في الأسعار وده كان مؤثر لحد أوائل 2022 مع أن الشركات بتدت تغير في سلاسل الإمداد بتاعتها وتخليها أكتر ريزيلينت أو أكتر مرونة باستخدام أبليكيشن أو تكنولوجيز كتير زي الإيوتي والفايب جي والبزنس أبليكيشنز والروباتيكس وأكتر من طول أو أكتر من وسيلة علشان يقدروا يشوفوا رؤية كاملة لكل حلقات سلسلة الإمداد ولو في أي باطل نكس أو أي عوائق يقدروا يحددوها فده فعلاً ساعد جداً أنه هما يبقوا ريزيلينت أكتر وأكتر مرونة ويبتدوا يشوفوا فين الأماكن يعني لو فيه ابتدوا يخزنوا شركات زي نيسان وطيوتا ابتدت تغزين شيبس بالزبط كتير أكتر بحيث أن الإنتاج بتاعها هيبقى أحسن وبالتالي تعلمنا من الخطأ وابتدى ده يوجهنا في اتجاه أن يبقى فيه إنتاج أكتر طيب هل من الممكن أنت تقولين أنه هذا سيخفف من الضغوط وهو من الواضح يعني حتى الأسعار الفورية تشرح الصورة ولكن متى سنرى إنعكاسها الواضح على مستويات التضخم العام إذا ما أردنا الحديث عن المعدل التضخم أو متوسط التضخم على مستوى الدول الصناعية يعني عادة كم يأخذ الوقت أو كم من الوقت تحتاج هذه السلع من التراجع حتى تظهر تأثيراتها على مستوى التضخم بسي حضرتك وفي عوامل كتيرة زي محررتك وكنت لسه ذكرى أنه في الحرب الروسية الأوكرانية في سياسات الاقتصادية أو التسئيل على الاقتصاد أكتر من دولة فالموضوع مش هيبقى بس يعني مش عامل واحد العوامل اللي بتأثر في الدخم هي عوامل كثيرة وما نقدرش يعني نربطها بس بوجود أو نحصرها بس في تواجد أكتر أو إنتاج أكتر للموصلات اللي سمي كوندكترز يعني فهي العوامل كثيرة أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور ساندرا حداد وكيلة عفوا لدينا بعض الوقت أنا فتكرت أنه خلص وقت المقابلة طيب دكتور ساندرا نكمل الحديث عن تأثير ذلك على مستويات التضخم وكنا يعني طبعنا هذا التأثير أنه كما قلت أنه يعني لن نراه سريعا لأنه هناك عوامل أخرى تلعب دورا أساسيا في هذه المرحلة طيب إذا ما أردنا الحديث عن مستويات الإنتاج لدى هذه الشركات الكبرى مثل شركات صناعة السيارات وغيرها أنت تقولين أنهم تعلموا الدرس ولكن ما هي ربما سياسات التحوط التي من الممكن أن تتبعها هذه الشركات من أجل عدم تكرار هذه السيناريوهات التي شاهدناها العام الماضي غير يعني حفظ وستوريج أوف تشيبس زي ما قلت لحضرتك في دلوقتي الأبليكيشنز الكتيرة اللي هي بتخلي فيه فيزابلتي في السابلي تشين فيزابلتي عالية وبالتالي نقدر نبقى ريزيلينت بمعنى أن أنا أقدر أشوف كل البطل نكس موجودة فين من أول السابليير لأصغر رو ماتيريال لحد كونسيومر فقدر أخي أبقى استباقية وأخذ أكتف أكشن لأي مشاكل ممكن تواجهني فمساعدة الارتفيشل انتليجنز رفعت كثير من كفاءة سلسلة الإمداد غير كده لو حرج بتكلمي على صناعة السيارات فإحنا عندنا برضو كذا عنصر داخل في الموضوع السعر اللي حيبتدي أقلع السيارات عنصر من عناصر هو الآن انتهى وقتنا دكتورة صندرة حداد وكيلة كلية عنقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم شكرا لك على وجودك معنا هذا الصبر